موسيقى بخصوص المشهد برضو بما اننا بنتكلم عن مشهد تاريخي حصل النهاردة والعلاقات القوية ما بين مجلس ادارة الاهلي ومجلس ادارة نادي الزمالك انا الحقيقة استوقفني كلام كابتن جمال عبد الحميد احد نجوم الكبار في النادي الاهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن جمال طلع اتكلم وقال يعني ان هو كان او مجلس ادارة النادي الزمالك السابق كان دعى مجلس ادارة النادي الاهلي ان هو يتواجد في النادي الزمالك على الرغم من ان هو كان سبب من الاسباب او كان واحد من الناس اللي كانت موافقة على اللي بيحصل وهو عارف ايه اللي بيحصل وحضراتكم عارفيني والناس كلها ولكن هل ينفع ان انا كرب اسرة مثلا قاعد اشتم فيك 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 وبعدين في الاخر ايجا اقولك او واحد من الولادي يطلع يقولك تعال اتفضل عندي هل في منطق في الدنيا يقول ان انا اقبل دعوتك وانت بتشتمني ليه النهار على الرغم من حبي واحترامي لكل الجماهير وكل المحبين اللي نادي الزمالك في هذا التوقيت انا مش عايز ارجع للنقطة دي تانية يا جماعة من فضلكم ومن فضل الجميع احنا محتاجين ان احنا نقف جنب بلدنا الفترة اللي جاية من فضل حضراتكم ما اتدخلوناش وترجعونا لعهود وعصور قديمة العهد الجديد والجمهورية الجديدة في مصر العربية في جمهورية مصر العربية زي ما حضراتكم شايفين نهضة في كل شيء حتى في الرياضة بدأت النهاردة مجالس ادارات محترمة هناك تنافس وسيظل ولكن بالاحترام وبالأدب والأخلاق كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهل كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اعادوا من جديد اتزانة لعلاقات التاريخية المحترمة ما بين الناديين الكبيرين بقول لكابتن جمال كابتن جمال حضرتك اللي حصل النهاردة ده هو ناتج عن احترام متبادل وناتج عن مسؤولين كبار لكيانات كبيرة وهذه هي الرياضة الحقيقية اللي كان بيحصل ده مش عايزين نفتكره ونفسنا يتشال من تاريخنا ومن تاريخ الرياضة كفاية تعصب وكفاية تطرف كروي كفاية شحن وكفاية شد وكفاية جذب في النهاية الرياضة هي الرياضة الرياضة هي الأخلاق قبل ما تكون اي شيء اخر حضرتكو شفتوا في الماضي اللي ما نتمناش ان هو يحصل تاني ودي اخر مرة هتكلم في هذا الامر غابت الاخلاق الحقيقية ولكن الحمد لله الحمد لله عادت والنهاردة بهذا اليوم التاريخي اللي سيخلت في السجلات بتاريخ بتلك الديارة التاريخية الكبيرة جدا اللي لقت استحسان كبير من كل الجماهير المحترمة المصرية انا بس حبيت بسرعة ان انا اتكلم مع كابتن جمال في هذا الامر مع حبي واحترام الشديد للنجم الكبير كابتن جمال عبد الحميد طبعا